بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعي في هذا الواجب مطلوب مني عمل circuit كما هو موضح وديها تشتغل بالأسلوب اللي أنا راح أترجيكيها لأه أعمل run enter 10 digits اللي هني زي هذول ال Password أو ال ID Number للطالب فأنا بعرف مسبقا أنه الطالب إلو ال ID Number والمطلوب في البرنامج أنه دخله in reverse order الرقم اللي بده دخله in reverse order هو هذا هو بيطلع لي your ID is correct يعني طابق الموجود عنده في السيستم follow the instructions اللي راح تشوفها على ال Virtual Terminal فالآن انت كيوزر بدك تتبع ال Instructions الموجودة على ال Virtual Terminal ال Virtual Terminal شو بيحكي لك press switch on RE3 حتى أنك تتكمل هذا ال switch اللي هو على RE3 enter 5 on the Virtual Terminal to continue فهو أنا بدك تدخل رقم خمسة يجي يطلع لك هنا أنه ال ID Number تبعك وعطاك إياها ورد أعطاك رجعك لبداية البرنامج هيك بدي البرنامج يشتغل مبدئيا نعمل معنى إذا إنا دخلنا ال ID غلط ونفرض إنه بداخل ال ID غلط بداخل ال ID لهبارة عن 10 أرقام مش هي لمخزنة شو طلع لي incorrect ID ID هن نربارس أورده دخلها وعطاك المرة الثانية قال لك هاي المحاولة الأولى دخل ال ID بالربارس أورده فندخل ال ID غلط حلينا ندخل ID غلط قال لك incorrect ID وقال لك معك المحاولة الثانية ندخلها الآن هاي المحاولة الثانية برضو غلط هاي السيئات بقول لك هاي المحاولة الثالثة دخلها this is your last prime قال لك reset the circuit reset the circuit مش رح يطلع منهم خلص ما فيش اشي ما رح يطلع من هون رح يعلق هون فأنت you have to reset the circuit هذا هيك بدي ال circuit يشتغل وهيك بدي البرنامج يشتغل عليها البرنامج تمعي مفتوب بالشكل التالي المين بروغرام بداية في البرنامج بيعرف وبحط فيها ال id number وفي عندي كمان two variables واحد اسمه trial واحد اسمه f trial اللي هو عدد المرات المسموح فيها في المحاولة وf اللي هو عشان اشوف اكم مرة انا صرت محاول بالادخال على السيستم في المين بروغرام في عندي while one لانه this is a continuous control operation بعمل increment لعدد المرات لانه انا بلشت بf تساوي zero اعمل increment لهذا ال variable على اساس انه داخل في المحاولة الاولى بعدين على ال LCD في السطر الاول اقول لليوزر انه يدخل ال id number من الكيباد وعلى السطر الثاني يقول له انه this is your trial number اعطيه الرقم اللي صار مرسل فيه اللي هو ال value هون طابق شوف انه ال trial number اللي هو اصلا ثلاثة هل اصبح يساوي ال if variable اذا ما تساووش اوكي معناه تبتها تكون المحاولة الاولى او الثانية فبتروح انت بتعمل check على ال id number اللي بدخله ال user من الكيباد هون وتشوفه انه مطابق الاشي المخزن في البرنامج تبعك وبعدين بترجع مرة ثانية لهون طبعا بتشوفه انه مطابق وهو بتستدعي function انه يساوي كل الشغلات المطلوبة لما يتطابق ال id numbers والسياتة بنشرح هذا ال function و الا اذا تساوي يعني هاي اخر محاولة اليك اذا كانت هاي اخر محاولة اليك منروح على ال LCD ومنقول له this is your last trial خلاص هاي اخر واحدة please reset the circuit منطبع ال user وبعدين منعمل while one while one stay here يعني قاعد بتقول للدائرة استاهير مش رح تطلع من هون بالمرة الا اذا عملت reset للدائرة طبعا هاي ممكن اساديها اسميها function اخر ورح نشوف كيف خلينا نشوف الكود الخاص في هذا الجزء من flowchart بداية هاي البلاك من flowchart وين بلاقيها عرفت ال id number او عملت store ال id number في ال variable اللي اسمه x وهذا ال variable اللي هو عدد المرات اللي current اللي وصلنا لها في المحاولة هذا عدد total number اللي مسموح فيها ثلاثة طبعا في عندي function اسمه get key هذا معروف انه روحي من monitoring الkeyboard ورجع لي الkey اللي ضغطه ال user وهذا مرينا عليه في اكثر من مناسبة اكاي وخلينا انزل هون على main program على main program اكاي المين program المين program تعمل initialization لل LCD لانه انا بستخدم ال parallel LCD وهاي ال state من ضرورية عشان حطي فرصة لل LCD تعمل وهاي ال while one هون اللي هي موجودة في block بعدين عملت increment لل f اللي اصلا كانت تساوي zero كيف ما شفناها فهون ها هي المحاولة الاولى وهاي اللي هي block هاي الان المطلوب مني اني اخط statement على LCD واستخدم الفنكشن هذا وبعدين بنتقل السطر الثاني على LCD وهي ال state من مش ضرورية لانه وفي اندي backslash بعدين عمل printf اللي هي هاي وعطي some time delay عشان اقدر اشوف اللي مطبوع هون واللي مطبوع هون الى block هاي كيف بعملها implementation if equals if تساوي اذا عدد المرات اللي احنا فيها الان يساوي ترايز طبعا احنا فهمنا انها ثري هسا f هون قبل المحال الاولى شو كانت تساوي واحد يعنو احنا كانت 0 بعدين نضفنا لها واحد هون فراح يروح لوين راح يدخل اذا تساوي طبعا اذا f تساوي ثري فبالحال الولى مش راح يروح لهون راح يطلع منها وروح لوين يعمل استدعي الفنكشن اللي هو check id اللي كوي هذا الفنكشن هون يدو يستدعي واسعي نشوف شو هو شو بساوي هذا الفنكشن وبعدين بنرجع لوين للوائل وان بنرجع لوين للوائل وان وهي هو انا بدي فيها المين program لابدنا انه اذا عدد الترايلز وصل ثلاثة وين اروح اروح على فنكشن اسمه last trial last trial اللي هو مثل عندي هون راح يروح على هذا الفنكشن هون يطبع لي على ال LCD انه this was your last trial please reset the circuit وبعدين خلص نام هون خلي السيركت تنام هون فال last trial هون راح اروح اشوف شو بتساوي في المين program خليشو last trial هياتها بعمل print للمطلوب هون بعدين اعطيني delay وامسح الشاشة وبعدين اروح على السطر الثاني وعمل لي اكتب فيه reset the circuit to continue while one اللي هي هي هاي هي نكون هي غطينا مسار البرنامج في الاتجاه هذا وانهينا هون اوكي في الفيديو القادم ان شاء الله راح نشرح الجزء هذا من block diagram نستدعي الفنكشن هذا نشوف الفنكشن هذا شو